أعلن محافظ شمال سيناء خالد مجاور انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة جاء ذلك خلال تفقد محافظة شمال سيناء العام الدراسي الجديد في عدد من مدرس إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء وأكد المحافظ على أن الجولة التفاقدية تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها في مختلف مدن المحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد ترجمة نانسي قنقر